اهلا بكم مشاهدنا في نشرة الاخبار نستيلها من الرباط حيث اكد رئيس الحكومة عزيز اخ نوش اليوم ان الحكومة ستنكب في افق نصف ثاني من الولاية الانتدابية على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل وابرز اخ نوش في كلمة خلال افتتاح يشغل المجلس الحكومي انه بالموازات مع موصلته تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يريدها صاحب الجلالة ستنكب الحكومة في افق نصف ثاني من الولاية الانتدابية على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل عبر توفير بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادية المستدامة وبيتالي تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي وفق المسارية التنموية الذي سطره جلالة الملك هذا وعقد مجلس الحكومة اليوم برباط اجتماعه والاسبوعية برئاسة السيد عزيز خنوش رئيس الحكومة مجلس الحكومة صدق على مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمستر الجنائي اخذنا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة كما صدق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم الصدر في 17 من مارس 2010 بإحداث المنطقة الحرة لتصدير البطوية وفي لقاء صحفي عقب هذا الاجتماع عكد الوزير المنتدب والمكلف بالعلاقات مع البرلمان الناتق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس برباط ان الحكومة تعمل بشكل مكثف على تسريع انجاز مجموعة من المنشآت سواء تعالق الامر بالسدود او بعمليات الربط والتحرية وذلك من اجل تحسين الوضعية المائية التي تعرفها المملكة وفي ختام اشغاله صدق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لاحكام الفصل الثاني وتسعين من الدستور وتنفيذا لتعليمات السبيل لصاحب الجلالة القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ستشرع مراكز تكوين المجندين في عمليات انتقاء وادماج مجندية تجريدة تاسعة وثلاثين للخدمة العسكرية وذلك ابتداء من ثاني من فتنبر المقبل حسب ما افد به بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية واوضح المصدر ذاته انه بهذه المناسبة اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية كافة الاجراءات والتدابير اللازمة من اجل انجاح هذه العملية وذلك بتنصيق وتعاون مع مختلف الفاعلين والمتدخلين وفي هذا الاطار يضيف البلاغة يتوجب على كل مترشح او مترشحة للخدمة العسكرية برسمي تجريدة تسعة وثلاثين والذي توصل بامر الالتحاق للقيام بهذا الوجب الوطني ان يطلع مسبقا على المعلومات الهمة المرفقة به ويلتزم بتاريخي ومكان عملية الانتقاء المشاري ليها في هذه الوثيقة مع استخاب الوثائق المطلوبة وكذا الشواهد المحصل عليها ووطنيا دائما شكل تعزيز وتعاون في مجال المياه محور مباحثة جرت امس برباطة بين وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزيرة البيئة وتنمية المستدمة وحوض الكونغو بجمهورية الكونغو والامنة التنفيذية للجنة او للجنة المناخ لحوض الكونغو ارليت سودان نونوليت التفاصيل مع عبدالطيف بن طلب تعزيز التعاون في مجال المياه محور مباحثات بين وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة وحوض الكونغو الامنة التنفيذية للجنة المناخ لحوض الكونغو ارليت سودان نونولت الجانبان استعرض سبول تعزيز التعاون في مجال ادارة المياه وتحليتها عبر الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة ذات الصلة هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون بين البلدين وفي إطار كذلك لجنة المناخ الكونغو التي تم إحداثها في إطار القمة التي كانت مع قمة الأطراف 22 في مراكش وليطر أساجات ملك محمد السيدس أيده الله وهو كذلك لتعزيز التعاون التنائي بين البلدين وكذلك العمل على تقوية تقاسم التجارب الناجحة في مجال الماء الطرفان أكد على أهمية تعزيز دينامية التعاون في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات إذ أشاد بالعلاقات المتميزة بين المغرب وجمهورية الكونغو لدينا ملفات مشتركة على الخصوص في مجال السدود وهنا أنوه بالجهود التي تبذرها المملكة في مجال تدبير الموارد المائية حيث نرغب في الاستفادة من تجربة المغرب الرائدة في هذا المجال زيارة الوزيرة الكونغولية على رأس وفد رفيع المستوى تأتي في إطار مهمة رسمية إلى بلدان لجنة المناخ لحوض الكونغو وهي إحدى لجان المناخ الإفريقية الثلاث التي تم إنشاؤها خلال قمة العمل الإفريقية الأولى المنعقدة بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف بمراكش ولمواجهة الإجهاد المائي الذي تعرفه المدينة الحمراء تعد محطة معالجة وشبكة إعادة استعمال المياه العظمة التي تشرف عليها الوكلة المستقلة لثوزيع الماء والكعرباء بمراكش مبادرة تحظى بأهمية قصوة نتابع باقي التفاصيل مع رغدا قبوري جهود دعوبة يتم القيام بها من أجل تدبير مستضام للمياه العظمة محطة المعالجة وشبكة إعادة استعمال المياه العظمة التي تشرف عليها الوكالة المستقلة لثوزيع الماء والكعرباء بمراكش تعد مبادرة ذات أهمية قصوة في مواجهة الإجهاد المائي الذي تعرفه المدينة الحمراء مشروع معالجة وإعادة استعمال المياه العظمة يهدف إلى سقي المساحات الخضراء وواحات النخيل وأيضا ملاعب القولف الأربعة عشر بالمدينة مع تزويد يبلغ 12 مليون متر مكعب من الماء في السنة موجه لهذه الاستخدامات محطة المعالجة وشبكة إعادة استعمال المياه العظمة هو مشروع طموح محدث تنفيذاً لتوجهات الملكية السامية الرامية إلى التخفيف من أثر الإجهاد المائي نتعاون بشكل وثيق مع السلطات المحلية من أجل ترشيد استعمال هذا المورد الهام فالمحطة تعد نموذجاً يحتذا به بالنسبة لمدن أخرى تواجه تحديات مماثلة تم إبرام اتفاقيات مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش لتجنب استخدام المياه الجوفية من أجل سقي المساحات الخضراء المحطة منذ شروعها في الخدمة مكنت من إعادة استعمال ما يقرب من 12 مليون متر مكعب من المياه المعالجة في السنة لسقي ملعب القولف ووحات النخيل كما سهمت بشكل ملحوظ في الحفاظ على الموارد من المياه الصالحة للشرب من خلال الحد من استخدامها لأغراض غير ضرورية ننتقل هذه المرة للصويرة حيث قامت عناصر الجمارك بحرق أزياد من عشرة أطنان من مخدر يشيرة تم حجزها مؤخراً من طرف عناصر دركة الملكية قرب الجماعة القروية وناجى على بعد 25 كم من مدينة الريح وتم إطلاف هذه الكمية الكبيرة من المخدرات تحت إشرف نيابة العامة بخضور أعوان الجمارك وممثلية السلطات المحلية والدرك الملكي وقطعي الصحة والوقاية المدنية كما تم فتح تحقيق قضائياً لكشف ملابسات هذه القضية وتحديد الفعالين المتورطين وتفكيك أي شبكات تهريب محتملة مرتبطة بهذه العملية وفي خبر وطني منفصل أفدت المديريات العامة للأرصاد الجوية بأن زخات رعضية من 15 إلى 35 مليمتر مصحوبة بحبات برد وبهبات رياح ستهم اليوم عدداً من مناطق المملكة وأوضحت المديريات في نشرة انذرية من مستوى يقظة برتقالي أن هذه الزخات العضية مرتقبة من الثانية زوالاً إلى العشر ليلاً بكل من عملات وقليم وجدة أنجادة وجرادة وتوريبت وتازة إضافة إلى جرسيف وبولمان والحسيمة وضمن سياق متصل ولكن هذه المرة دولياً أدت الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات في ولاية جوجرات الهندية خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى مقتل 28 شخصاً على الأقل غرقاً أو بسبب سقوط الأشجار وحضرت هيئة الارصاد الجوية من تساقط المزيد من الأمطار الغزيرة في الولاية السحلية الغربية وأعلنت حكومة الولاية أن 13 شخصاً لقوا مسرعهم غرقان هذا وتمكنت فرق الإنقاذ من الكوارث من إيقاذ 1856 شخصاً باستخدام قوارب مططية وإطارات حسب ما أظهرت سور ومقاطع فيديوه نشرها مسؤول ودارة الكوارث ننتقل هذه المرة إلى المجر حيث تنتشر المنشآت وصديقة للبيئة في جميع أنحاء قرية بابا تيزر إذا أصبحت تستخدم كل منازلها طاقة نظيفة تقرير عبدالطيف بن طالب يقربنا أكثر من هذا الموضوع قرية بابا تيزر البجرية قرية صديقة للبيئة بفضل هذه الألواح الشمسية صار السكان يعيشون حياة أخرى أصبحت منازلهم مرتبطة كلياً بأنظمة خاصة بالطاقة النظيفة فمنذ أكثر من عامين لم يعود السكان في حاجة إلى شبكة الغاز بفضل الألواح الشمسية التي تولد الكهرباء اللازمة وعندما ارتفعت أسعار الغاز كان سكان هذه القرية المجرية في منأة عن أسعار الطاقة المرتفعة رغبة السكان في استثمار الطاقة النظيفة لم تتوقف هنا فمسؤول القرية يعملون على تطوير السياحة في منطقتهم كعامل للجذب والتنشيط الاقتصادي خصوصاً أن القرية تضم طاحونات مائية قديمة ستزيد من ارتباطها بالبيئة اليابان هذه المرة حيث فادت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية أن الأعصار العنيف شانشان وصل سباح اليوم إلى كيوشو جنوب البلد وذكرت الوكالة أن مركز الأعصار دخل البر قرب مدينة ساسوما سندايا وانقطعت الكهرباء عن ربع مليون منزل بسبب مرور الإعصار المسخوب بأمطار غزيرة ورياح عطية تصل سرعتها إلى 252 كم في الساعة وتحسباً لوصول الإعصار أطلقت سلطات أعلى حالات تأهب خاصة ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية توخي أقصى درجات اليقظة ضد العواصف الشديدة والأمواج والمد العالي في كاكوشيما بالإضافة للإنهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وفيضان أنهار في جنوب كيوشو هذا وحذرت الوكلة من أن خطر حدوث كورت بسبب الأمطار الغزيرة قد يزداد بسرعة في غرب اليابان بحلول يوم غد ودولياً دائماً استؤنفت الرحلات الجوية أمس بمطار أيندهوفن في هولندا بعد عطل معلومتي ناد إلى توقف حركة الطيران لساعات وأثر على الخدمات الحكومية حيث قالت السلطات أنها حددت سببه وتوقفت طائرات لساعات عدة في هذا المطار الإقليمي بجنوب شرق البلاد الذي يؤمن نحو ثلاثين وجهة دولية وذكرت الوكالة المحلية للأنباء أن الركاب نقل في حفلة إلى مطارات أخرى ما خلق حالة من الفوضى ولم يتأثر بالعطل مطار سيخيبول الوقع بالقرب من أمستردام وهو أحد المطارات الرئيسية في أوروبا بل وعمل بشكل طبيعي نتابع الآن مشاهدنا بالأخبار الرياضية كشف ناخب الوطني وليد الرجراجيا اليوم عن اللائحة النهائية لعنصر المنتخب الوطني المستدعاة للمشاركة في المبارتين التي سيخدهما وسود الأطلس أمام منتخبي الجابون وليسوتو يومي السادس وتسع من شتنبر القدم بالملعب الكبير بمدينة أجادير برسم تصفية الإفريقية المؤهلة لنهائية كأس إفريقيا للأمم التي سيحتضنها المغرب رغدا قبوري تقربنا أكثر من اللائح الناخب الوطني وليد الرجراجي يكشف عن اللائحة النهائية لأسود الأطلس المستدعاة لمشاركة في المبارتين القادمتين للمنتخب الوطني أمام منتخبي الجابون ولسوتو يومي السادس والتاسع شتنبر القادم بأجادير لحساب التصفيات المؤهلة للنهائية كأس إفريقيا للأمم التي سيحتضنها المغرب بين شهري دجنبر 2025 ويناير 2026 موسيقى الناخب الوطني أشاد كذلك بالأضاء المتميز للمنتخب الأولمبي خلال دورة باريس وتتويجه بالبرونزية ويخوض المنتخب المغرب غمار تصفية كأس إفريقيا للأمارات ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبة القابون إفريقيا الوسطى ولسوتو وضيما مع أخبار سود الأطلس أعلن نادي العين الإماراتي لكرة القدم تمديد عقده مع دولي المغربي سفيان رحيمي إلى قاية عام ٢٠٢٨ وبذلك يكون نادي الإماراتي قد مدد عقد اللعب سفيان رحيمي هدف دوري أبطالي أسيا وأولمبيادي باريس لثلاث سنوات إضافية علما أن العقد الحالي ينتهي في فترة الانتقالات الصيفية لعام ٢٠٢٥ وتلقى سفيان رحيمي بشكل لفت خلال دوري أبطالي أسيا حيث تمكن من تسجيل ١٣ هدفا وتوجى أيضا رفقة المنتخب المغربي بالميدالية البرونزية في أولمبيادي باريس حيث تمكن من إحراز ثمانية أهداف وبذلك يكون نادي العين قد وضع حدا لأتكاهنات بإمكانية انتقال نجم المنتخب المغربي للعب لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية وختم النشر بل خبر الثقافي انطلقت بفضاء ولام السويسي بريباط فعالية الدورة الثانية من مهرجان السويسي المستمر لغاية الحادي وثلاثين من الشهر الجاري والذي ينظمه مجلس مقاطعة السويسي بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل شيمة باكا في المتابعة جمهور مدينة الريباط كان على موعد مع صهرة فنية بفضاء أويلام السويسي الصهرة التي تندرج ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان السويسي افتتحها الفنان الصاعد ديجي رفال الذي أبدع في مسج وتركيب العديد من المعزوفات الموسيقية في قالب معاصر واستمرت فعاليات الحدث الفني بفقرة للفنان موس ماهر بمعية فرقته الموسيقية والذي ألهب المنصة وحمس الجماهير الحاضرة بأعداد كبيرة الفقرة الثالثة من هذا المهرجان الموسيقي أحياها الفنان زكريا بن ناجي المعروف بلقب البنج والذي أمتع جمهور العاصمة الريباط ببقة من أغانيه المشهورة ختم الصهرة الافتتاحية لمهرجان السويسي التي اختارت التنوع عنوانا لها فنانون مغاربة من مختلف الأنمط الموسيقية كان مع المطرب المغربي حاتم عمور الذي أمتع بدوره الحضور بأغانيه بذلك الخبار نكون قد وصلنا إذن مشاهدينا لنهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار بعد قليل نلتقي في موجزا لأهمي الأنباء دمتون في أمدلة